جميز مكمل مع نادي الزمالك جزي جميز وهل روجيرو ميكالي فعلا أحد أعضاء مجلس الإدارة عرضوا أنه يبقى موجود في نادي الزمالك في الموسم الجديد؟ طيب نبدأ من ميكالي؟ نبدأ من ميكالي ميكالي كان فيه كده كلام من وقت أو من قبل التعاقد مع جميز يعني في يناير اللي فات اتطرح اسم ميكالي من ضمن الأسماء اللي دخلت شوية كده ايه اتزقت على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك ولكن وقتها تم التعاقد مع جزي جميز ولتلك قبل كده مجلس إدارة نادي الزمالك برأسك كابتن حسين لبيب لا يفكر على الإطلاق في رحيل جزي جميز راجل مستمر مع نادي الزمالك للموسم الجاي مفيش على الإطلاق أي تفكير ولكن ولكن ايه؟ كابتن أحمد سليمان مشرف العام على القرى عند وجهة نظر أن لازم يحصل تغيير فني في جهاز الفني لنادي الزمالك هو عنده وجهة نظر أن اسم زي كابتن مؤمن سليمان ممكن يكون يقود نادي الزمالك للموسم اللي جاي جزي جميز يمشي ويجي مؤمن سليمان مثلاً اسم من ضمن الأسماء شايف أن ميكالي مدرب كبير ويقدر أن هو يجي يشتغل مع نادي الزمالك هذا الرأي اللي هو شايفه لكن مجلس إدارة نادي الزمالك بالإجماع وتحديداً يعني كابتن حسين لبيب رئيس النادي مش شايفين كده خالص شايفين أن الراجل ده بعيد عن الكورة وبعيد عن الفنيات وبعيد عن الملعب راجل مدرب محترم لمشي رغم الأزمات اتأخر له رواتب شهور عديدة ما تكلمش اتأخر له مكافئات ما تكلمش وفي نفس الوقت هو خد الكونفيدرالية والموسم ده أنت مش محتاج حاجة متدوري ما عندكش تارجد بتحققه فسيب الراجل يجرب بس يكون أن هم شايفينه مدرب على المستوى الشخصي محترم ده ما يمنعش أن هم مقايمينه فنيين إزاي فنيين هم شايفينه ما عندهش مشكلة راجل يحقق كونفيدرالية وده كان التارجد بالنسبة لي لو ما كانش يخد الكونفيدرالية كنت همشيه وده كان بند في العقد أنه هو لو خسر الكونفيدرالية العقد مفسوخ وبالتراضي وخلاص فمدرب خلاص عرف كل حاجة أنا ليه ريسك قبل السوبر الأفريكي خلاص أنت بتتكلم شهر ونص على السوبر الأفريكي ليه يبقى فيه ريسك إن أنا أمشي المدرب اللي عرف كل حاجة لو جبت له بس صفقتين ثلاثة قبل السوبر الأفريكي هيقدر أنه هو ينافس وهو كسب الأهلي في الدوري في الدور الأول فحافظ المنافس أنا ليه غير دلوقتي وأعمل ألأ وأعمل حالة من الجدل مالهاش لازمها عظيم